اشتركوا في القناة فما حقيقة هذا الخبر المتدول وكان قد اعلن ثلاء بحيد خليلزيش ونصير مزراوي اخبارا صعيدة لعشاق المنتخب المغربي حين اعلن عن نهاية الخلاف الذي جمعهما خلال الاشهر الاخيرة وادى لاستبعاد لعب دولي نصير مزراوي من صفوف المنتخب واوضحت المصادر المتابعة للاحداث في الاتحاد المغربي لكرة القدم ان مزراوي لن يكون اللاعب الاخير الذي سيتصالح مع المدير الفني للأسود ويعود لتمثيل المنتخب الوطني بل هناك اخرين في القائمة على رأسهم حكيم زياش نجم تشيلسي ولقد تنقلت قبل قليل بعض المنصات وصفحات على موقع توصل الاجتماعي خبرا بخصوص خروج حكيم زياش في لقاء مباشر يعلن فيه عن قبل صلحه مع خليلزيش وقرار عوضته للمنتخب المغربي بعد عدة لقاءات صلح قام بها مع المدرب خليلزيش في الأيام القليلة الماضية وبين المحتمل أن تعلن الجامعة المغربية لكرة القدم في الساعات القليلة المقبلة عن عوضة زياش رسميا للمنتخب المغربي ومشاركته في مباراة كأس العالم ان شاء الله